ماذا حصل في بلدة النبيشيت؟ حتى الساعة لا إجابة رسمية عن الانفجارات الغامضة التي أسفرت عن سقوط قتلى تضاربت المعلومات حول عددهم الحقيقي تسعة أشخاص كتلوا وأصيب آخرون هذه هي آخر محصلة ذكرتها وكالة الصحافة الفرنسية التي نقلت عن سكان المنطقة أن مخزناً للأسلحة تابعاً لحزب الله انفجر لكن مسؤولاً أمنياً تحدث للوكالة عينها عن عدة انفجارات من دون القول ما إذا كان سببها مخزن وأسلحة وأضاف المسؤول الأمني أن هناك أربعة عمال سوريين على الأقل في عداد الجرحة ثلاثة منهم كانوا يزرعون حقلاً خلف المبنى الذي شهد الانفجار فهل تم استهداف ذلك المخزن المؤلف من أربعة توابق تعود ملكيتها لمحمد علي الرضا الموسوي وقد ضمرت بالكامل أم أن خطأاً ما أدى إلى تلك الواقعة حزب الله الذي ضربت عناصره طوكاً أمنياً بشوعى 3000 متر في شكل دائري مانعة القوى الأمنية ووسائل الأعلام من الاقتراب أكد في بيان صادر عن العلاقات الأعلامية منسوب لما يسمى بمصادر المقاومة أن انفجاراً حصل في مستودع للذخائر تجمع فيه القضائف والذخائر القديمة ومخلفات الكصف الإسرائيلي في المنطقة كاشفاً عن مقتل ثلاثة أشخاص مصدر أمني أكد للأم تيفي أن بلدة النبيشيد تعتبر حصناً أمنياً لحزب الله وتتمتع بخصوصية دقيقة بحيث تضم مخازن أسلحة وصواريخ وأماكن تدريب مجموعات النخبة ومراكز أمنية فهل ستعرف حقيقة ما جرى في النبيشيد أم سينضم الحادث إلى سلسلة حوادث بقيت غامضة حتى اليوم وقعت في مناطق حزب الله وأسفرت عن أضرار مادية وسقوط ضحايا ولم يكن آخرها ماروبيا عن قارورة غاز انفجرت في منطقة الضاحية الجنوبية